لم تمضي ساعات على إعلان ترامب عن استراتيجيته الجديدة تجاه إيران حتى كشف البنتاجون أنه يدرس خططا جديدة لدعم تلك الاستراتيجية فيما باشرت وزارة الخزانة الأمريكية باتخاذ الإجراءات المناسبة لاحتواء نشاط الحرس الثوري الإيراني ومراجعة قوائم الخاضعين للعقوبة عمليا كيف ستنعكس رؤية ترامب على الأرض ليس فقط في تنفيذ العقوبات على إيران ولكن أيضا في تعامل واشنطن مع الجهات التي قد تعرقل تنفيذ تلك العقوبات تلقف البنتاجون استراتيجية البيت الأبيض الجديدة تجاه إيران ليعلن عزمه تحديث أساليب مجابهتها وزارة الدفاع الأمريكية قالت إنها تضع خططها لدعم استراتيجية ترامب وتحديد مجالات جديدة للعمل مع الحلفاء للضغط على النظام الإيراني نظام قال المتحدث باسم الوزارة إن بلاده تسعى لإنهاء نفوذه المزعز على الاستقرار وكبح استعراضه العدائي للقوة خصوصا على صعيد دعمه للإرهاب الأهم من ذلك أن البنتاجون يعيد النظر في جميع أنشطته الأمنية وخطته في المنطقة في ضوء الاستراتيجية الجديدة التصريحات ليست جديدة على البنتاجون الذي لا طالما انتقد الأنشطة الإقليمية لإيران فرغم أن وزير الدفاع جيمس ماتس كان قد قال إن إيران ملتزم بالاتفاق النووي أكد عقب إعلان ترامب أن على حكومته أن تستمر في مواجهة الأنشطة الخبيثة الأخرى لطهران أنشطة تقع خارج نطاق الاتفاق لكنها حسب ماتس تشكل مدعاة للمراقبة والمحاسبة من قبل المجتمع الدولي وهي تشمل تطوير طهران للصواريخ الباليستية ودعمها المادي للإرهاب والتطرف وتهديدها المستمر لحرية الملاحة خصوصا في الخليج العربي والبحر الأحمر وانتهاكاتها لحقوق الإنسان معنا من واشنطن المتحدث السابق باسم البنتاجون جيفري جوردون أهلا وسهلا بك إلى سكاي نيوز عربية وإلى غرفة الأخبار التصريحات الآن من البنتاجون من جنرال ماتس وجنرال ماتس يتحدث سابقا حتى بشكل قوي وهو يعرف إيران ويعرف دورها في المنطقة تحدث عن ذلك كثيرا في السابق ما المتوقع الآن من البنتاجون أن يفعله من أجل أن يبدأ تنفيذ هذه الاستراتيجية الجديدة مرحبا يوسف من الجيد أن أراك طبعا أعتقد أن الجنرال ماتس سابق عام الرئيس ترامب في محاولة الضغط على إيران وأيضا ليضمن بأن إيران لن تكون مزعزعة للاستقرار في المنطقة كما كانت لعقود عديدة إذن أود أن أقول هنا بأن السياسة الأمريكية الآن ستستمر كما كانت من قبل بأن يكون هناك ضغط عسكري على إيران وأعتقد أن الجنرال ماتس طبعا كفوء جدا لفعل ذلك لأنه طبعا جنرال ولديه نجوم عديدة وكان في القيادة المركزية أعتقد بأننا سنرى ربما مقاربة صارمة وقوية أكثر من أوباما لأن أوباما كان يريد أن تكون لديه علاقات سلمية مع إيران مهما كان ثمن وطبعا سيكون هناك كما قلت استمرار لسياسة الأمريكية عموما وبالنظر إلى إيران بأنها مزعزعة للاستقرار وسيكون ذلك الضغط على إيران حتى تتوقف عن دعم طبعا الجماعات الإرهابية وتكون هناك ملاحة أو حرية الملاحة في الخليج العربي وغيره وتوقف أيضا تهديدها لجيرانها في السابق كان الحديث ينصب على أن الولايات المتحدة أولويتها في المنطقة محاربة داعش هل هذه الاستراتيجية الجديدة ستحيد واشنطن ستشتت انتباه واشنطن في معركتها ضد داعش أم جاءت في الوقت المناسب مع اقتراب معركة داعش من نهايتها طبعا يوسف هذا سؤال وجيه للغاية لأن كل هذه الأمور تقع في نفس الوقت طبعا الآن داعش تسقط في سوريا وفي العراق وفكرة بأننا ينبغي أن نكون صارمين اتجاه إيران وخاصة بشأن الاتفاق النووي إذن كلها تأتي في نفس الوقت ولكننا أعتقد أنه ما لم يقضى على داعش تماما في الرقة ودير الزور والمناطق الأخرى التي لا تزال فيها جيوب لها فأعتقد بأن الأولوية للولايات المتحدة ستبقى طبعا دحر داعش وإيران طبعا تتقاسم هذا الهدف أيضا لأن العديد من الإيرانيين قد قتلوا في سوريا في محاولة محاربة داعش أيضا طيب هل نتوقع تغير في التحركات الأمريكية في سوريا وفي العراق صحيح داعش سيقضى عليه قريبا لكن الموقف الأمريكي من وجود حزب الله يقاتل في سوريا من الحشد الشعبي الذي تعلم أنه على علاقة مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني على الأقل قسم منه هل سنرى خطوات عملية على الأرض تجاه هذه الأذرع الإيرانية أعتقد بأن ذلك سيقع نعم وهذا جزء من الرسالة التي كان يريد أن يرسلها الرئيس ترامب إلى حزب الله فالجنرال ماتيس طبعا قال بأن حزب الله هو مجموعة رعية للإرهاب وأنه طبعا تابع لإيران وأنه ساعد النظام السوري وحينما يمكن أن نواجه حزب الله مباشرة فإن الولايات المتحدة ستستطيع أن تقوم بأشياء عديدة ولكن لحد الساعة فإن حزب الله أيضا يحارب داعش الجماعة الإرهابية السنية والجماعات السنية الإرهابية الأخرى إذن كما قلت ما لم نقضي على داعش تماما فيمكن بعدها طبعا أن نواجه حزب الله مباشرة حزب الله يمكن أن يسيطر عليه من قبل إيران وهذه الجماعات مثل داعش لا يمكن أن تسيطر على أي جماعة لذلك لا نعرف إذا كانوا مثلا سيقومون بهجمات مثل 11 من سبتمبر في الولايات المتحدة أو في أوروبا وداعش طبعا أخطر لأنه لا يمكن التحكم به ولكن حزب الله إيران تتحكم به ماذا عن الدول التي قد لا تدعم الخطة الأمريكية الجديدة في المنطقة مثلا قبل أسبوع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال تركيا لن تكون جزءا من أي عقوبات على إيران وهناك مشكلة بين تركيا وبين أمريكا في الملف الإيراني حاليا مع هذا التقارب التركي الإيراني هناك دول أخر أيضا هل هذا التغيير الاستراتيجية الأمريكية سيشمل هذه الدول أيضا أم ستترك لدعم إيران في المنطقة أعتقد بأن الولايات المتحدة ستفعل كل ما في وسعها لإعادة موازين القوة طبعا في المنطقة طبعا تركيا هي حليف في الناتو ولكن الرئيس أردوغان لا يقاسم نفس الرؤى مع الولايات المتحدة ومع الرئيس الأمريكي ترامب بشأن العديد من القضايا هو طبعا توجه نحو الإسلاميين لديه توجه وهم طبعا معارضون للمصالح الأمريكية إذن كما قلت من الصعب جدا أن التعامل مع تركيا في هذا الإطار أعتقد بأنه لا يمكن أن نقوم بكل شيء في الوقت ذاته ولكن آمل بأننا سندغط على إيران وسنحاول أن نحافظ على علاقات جيدة مع تركيا ونرى ما يهم تركيا وأحد أهم الأشياء بالنسبة للأتراك طبعا هي القضية الكردية ولذلك فإن الولايات المتحدة لم تدعم الأكراد أو انفسار الأكراد من الحكومة التركية لأن هذا مهم جدا للأتراك ولا نريد طبعا أن نتجاوز الخط الأحمر التركي لا هذا سياسيا ماذا عن اقتصاديا الآن هناك سيكون عقوبات من الخزانة الأمريكية على الحرس الثوري الحرس الثوري هو جزء من الاقتصاد الإيراني هناك شركات هناك أمور أخرى يعمل فيها الحرس الثوري ليس فقط السلاح وبالتالي هناك دول تريد أن تدخل السوق الإيرانية تريد أن تستثمر في إيران وستعمل مع الحرس الثوري لأنه هو يسيطر تقريبا عن الاقتصاد كيف برأيك سيكون التعامل هنا مع هذه الدول مع هذه الشركات طبعا يوسف هذه قضية صعبة جدا إنه سؤال طبعا صعب طبعا لدينا حلفاء مثل فرنسا وألمانيا أيضا ويريدون طبعا أن يستثمروا في إيران ويتاجروا مع إيران فذلك السوق الإيراني لم يكن حاضرا في السوق الدولي لمدة طويلة بسبب العقوبات التي فرضت على مدى سنوات بسبب البرنامج النووي نعم هذا تحدي كبير ولكن أهم شيء هو أن الولايات المتحدة لا تزال أكبر قصة في العالم بـ 17 تريليون دولار الناتج المحل الإجمالي الاتحاد الأوروبي والذي تضمن فرنسا وألمانيا ربما بنفس الحجم أو أقل ولكن علينا أن ندفع لنحقق أهدافنا ندفع إلى الأمام علينا أن نقول لحلفائنا ما هو مهم لنا وما يمكن أن يفعلوه لمساعدتنا ومن أجل مصلحة أمنهم الولايات المتحدة لا ينبغي أن تخاف من أن طبعا تستعمل قوتها العسكرية والاقتصادية وغيرها أظل بأنهم كانوا خائفين أثناء فترة أوباما لأنه كان يريد أن تتراجع الولايات المتحدة ولكن ترامب قال بأنه يريد أن يجعل الولايات المتحدة عظمى مرة أخرى إذن أعتقد بأننا يمكن أن نعمل مع حلفائنا لنفرض آراءنا هل هناك أي احتمال لأن تواجه الولايات المتحدة رد فعل إيراني على الأرض إيران كما سرد الرئيس ترامب بالأمس شرح بشكل كبير كان لها تاريخ طويل في استهداف أمريكا قواتها ومصالحها في مختلف المناطق بسبب التغيير الاستراتيجي هل يمكن أن تعود هذه الهجمات في العراق في سوريا في لبنان هل واشنطن مستعدة لهذا الاحتمال نعم أعتقد بأن واشنطن مساعدة لأي شيء يمكن أن تعود هذه الهجمات ولكن هذا مرتبط بشعور النظام بالضغط على الحرس الثوري وما يفعله الحرس الثوري فيما يتعلق بالعقوبات إذا شعروا بأنهم معزولون تماما وأنهم متضررون ربما سيضربون بكل تأكيد طبعا ميزانية الجيش الأمريكي هي تعادل أربعين ضعفا ميزانية الجيش الإيراني إذن إيران ضعيفة جدا ولكن هناك طبعا العديد من جنودنا الذين قتلوا في العراق بسبب المتفجرات التي كان مصدرها من إيران ولكن إذا طبعا تأكدنا من أن إيران مسؤولة عن هجمات هناك في العراق وطبعا إيران قامت بأكبر هجمتين في بوينس آيرس في 1980 إيران كانت مسؤولة عن تلك الهجمات إذا استطعنا التأكل تماما بأن إيران شنت هجمات على القوات الأمريكية أو المدنيين الأمريكيين فسيدفعون ثمنا ضاهظا علينا نتذكر في 1998 البحرية الأمريكية قضت على حوالي نصف البحرية الإيرانية في نصف يوم أثناء الحرب العراقية الإيرانية لو أنهم ضربون فإننا سنعاقبهم بطريقة فضيعة شكرا جزيلا لضيفنا من واشنطن المتحدث السابق باسم البنتايون جيفري جوردون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر